عزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر نهار ده العنوان الحلقة الهروب التكتيكي للرسول إزايك يا مارينا؟ مرحباً بك يا فحصاك الرسول كان دايماً يهرب من الأسئلة بطريقة معينة كل مرة يعمل طريقة معينة عشان يهرب من الأسئلة مرة يدايق وتنرفز وتاعه يعمل نفسه زعلان ومرة هنشوف أنا مش عايزة أحرق كل الحلقة أوكي نشوف نبتد طيب خلينا في صورة قالي عمران الآية 61 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعي أبنائنا وأبنائكم وإنساننا وإنساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين طيب دي الآية نشوف التفسير الأول هو بتكلم على مين فمن حاجك التفسير كله هنكون في التفسير ببساطة الموضوع كان يهود قصدي نصارى ناجران الموضوع على نصارى ناجران نصارى ناجران كانوا بيتكلموا معاه وبيسألوه في موضوع المسيح ومين أبوه والكلام ده كله فالرسول ما كانش عارف يرد كده يرد ما فيه أسئلة منطقية بيسألوها طب قلنا يعني انت بقى قلنا احنا بنؤمن بكذا كذا كذا قلنا انت بقى فيعمل ايه قال لك طب حلها ازاي هحلها بالطريقة دي بالآية دي فنيجي في التفسير تفسير ابن كسير بيقول ايه فلما كلمه الحبران الحبران يعني أساقفة وكذا كبار مسحيين يعني قال لهم رسول الله اسلم يعني روحوا اسلموا قال قد اسلمنا قال انكما لم تسلم فاسلم يعني لا انت مش مسلمين لو سمحتوا تسلموا قال بلى قد اسلمنا قبلك احنا اسلمنا قبلك طبعا اسلمنا دي احنا عارفينها بيقولك انا سلمت حياتي للمسيح فهم ايلي انها احنا عارفينها دي قبل ما محمد ييجي يعني قال كذبتما يمنعكما من الاسلام دعائكما لله ولدا وعبادتكما الصليب واكلكما الخنزير يا دي الخنزير وما فيش حد اصلا بيعبض الصليب يعني دي بين ضمن الاشعاعات اللي المسلم معايش فيها تلاتة يبقى اول حاجة انتوا ادعيتوا لله ولدا عبادتوا الصليب اكلتم الخنزير طبعا ولا حد قال كله كله كذب كله كذب قال فمن ابوه يا محمد يلا قلنا بقى من ابوه المسيح فصمت طب السؤال بقى العويسة طبعا حرد ازاي يعني ما انت عارف الدنيا مقلوبة في النفخ والمش عارفة ايه والكلام وده من نصه ملاك ونصه فحيردوا يقول ايه فصمت رسول الله فلم يجب هما فانزل الله في ذلك من قوله واختلاف امروه صدر رسولة قالي عمروه بضعة كده ايه بقى لا نرجع تاني للآية بتقول ايه الآية بتقول ايه فمن حاجك فيه اه ندعو فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ندعو دي الرب فين جاءك من العلم هو جاله وحاجة من العلم ولا حاجة وفين الرد هو ايه سألوا السؤال فين الرد قال له ايه تعالوا تعالوا ندعو اباءنا اه ابناء ابناءنا وابناءكم كل واحد يطلع ولاده قدام البيت وانشرح لبعا ونساقنا ونساقنا ونساقكم نظامش رجيح ها وانفسنا وانفسكم يعني وانا وانتم ها وانا وانتم ثم نبتهل الى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين سؤال انا عندي سؤال هل المسيحي مسموح لي ان هو يلعن مستحيل بالمرة يعني انت تطلب مني حاجة انا ممنوعة منها تشارعتي زي مثلا انت ممنوعة تاكل لحم خنزير انا اطلب منك انك تاكل لحم خنزير عشان تبقى انت الحق وانا انا الحق لا احنا ممنوعين اصلا ان احنا نلعن او نشتم او احنا نبارك اللي بيلعننا ازاي تطلب مني انا بتاهل ورجال دين اه طبعا هيرفضوا طبعا رفضوا ومشوا فانا سمعت فيديو لشيخ بيقولك رفضوا ومشوا لانهم خافوا من الرسول من اللعنة لا انا عاملا لهم حلقة على كده خافوا من الرسول لان حجته قوية يا سلام اه لا يا فندم دا مش عشان حجته قوية يا جماعة لان ممنوع اللعن عند المسحيين ممنوع دي موجودة في الكتاب المقدس يعني اي وقت انت كمسلم هتقول تعالى نتباهل تعالى هنقولك لا احنا ممنوعين وبعدين التاني حاجة دي شغل شرشيح يعني الشتيمة ايه نطلع نساءنا ونساءكم ونساءكم ايه 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 ما ترد على السؤال باجابة كان بيعمل ايه الهروب التكتيكي بتاعه اه وهو عارف ان المسيحيين ممكن يكون عارف كده اه ان المسيحيين ممنوعين من اللعن ممكن يكون عارف وممكن ما يكونش عارف اه بس اللي قاعدين دلوقتي قدام الشاشات التلفزيون مش عارفين ومعروش الكتاب المقدس لأ مش عارفين المسلمين اروا الكتاب بيقروا يا مام عشان يطلعوا الحاجات اللي هم عايزين يطلعوها اه بس هم عايزين يغسلوا ولا حاجة ما يسألوك يا ابو مين ما رضتش ولا قمانة الموضوع فمن حاجك فيه فيما بعد يعني اي حد مش هرد عليك تعالى ان تباهد يلا يا سلام هو ده الاجابة هو دي الاجابة خلينا نشوف كمان في راحتم من الانصار من اصحاب النبي اخبروه انه قام رجل منهم في جوف الليل يريد ان يفتفح صورة قد كان وعاها فلم يقدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم يعني صورة مش حافظ منها غير بسم الله الرحمن الرحيم يجي يكمل مش قادر يجي يكمل مش عام مهم فقاتها باب النبي راح عند ايه باب النبي حين اصبح لما الصبح جاء يسأل النبي عن ذلك ثم جاء اخر واحد تاني واخر حتى اجتمعهم مجموعة كبيرة بتلموا على الاولاني فسأل بعضهم بعض ما جمعهم فاخبار بعضهم بعض بشأن تلك الصورة ثم أذن لهم النبي فاخبروه خبرهم وسألوه عن الصورة سكت راح ساكت شت ساعة في دلقاعد ساعة برضو زي ما سكت مع الايه النصارة نجران ساعة ساكت عملية ممكن تسكن ساعة يوم على فكرة مش شرط ساعة يعني ستين دي أقول لهم دلوقتي أقول لهم ممكن ممكن يكون جيه في باله هما عملينها كمين كمين عشان يعرفوا أنا رسول ولا لا حافظ ولا لا طب أنا حقول ولا إيه طب أقول لهم إيه كان بينصاص يعني إيه هروب تكتيك كده ساعة كان جوه القضة بيحاول بيتكتيك آه فزكت ساعة لا يرجع إليهم شيئا ثم قال نوسخة البارحة يا سلام الله دا الحل يا جب طب ساعة نوسخة البارحة ما سألهم طب قلولي كلمة منها هي بسم الله طب كلهم في بسم الله الرحمن الرحيم لصورة أو اتنين آه يعني إيه يعني طب قلوا كلمة لا نوسخة البارحة خلاص أنا تلغت يا جماعة يمشوا خلاص تلغت خلاص وتنسخت من صدرهم كمان آه آه خلاص آه مش يمشي طب يعني يعني المفروض يا مارينة يقول له بسم الله الرحمن الرحيم طب قل لي كلمة طب مش فاكر منها بتتكلم في موضوع إيه آه لا هو قال له أنا مش فاكرة بسم الله الرحمن الرحيم هو القرآن نفسه بيقول إيه وما ننسخ من آي أو ننسها ننسها لمين للرسول للرسول مش للصحابة يعني الرسول هو اللي بنسي له الآيات أصلا يعني لما هو حلها طلعوا من المواقف قال له كمان نسخة من عند قلوب من قلوبكم يعني ما صحة من الكل يعني كمان وكمان إنت ليه بتدي له صورة وبعدين تنسيها له ها ليه يعني أنا عايزة عرف ها ننسيها 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 خير منها أو مثلها يعني كلهم ملمومين والراجل مش فاكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن طب مش فاكر أي حاجة بتتكلم يعني أنا لما أكون ناسي حاجة تقوليلي طب قوليلي موضوع حكا عن ايه حكا عن ايه أقولك كنا بنتكلم مثلا على لون الفستاني الكذا فاكرة المواضيع اللي كنا بنتكلم فيه آه آه تعاتف تكري لكن ده مش فاكر حاجة خالص فريح له يقول له طب يسألوا قل قل له كنا بنتكلم على ايه قل لي هاتلي امارة في اي حاجة ما تجيب ليش العنوان اللي بسم الله الرحمن الرحيم اللي على بقية الصور وتجاية تسألني عليه فلما دخل جوه خرج مفيش حل تاني هي بقى هاي نسخة البارحة نسخة البارحة واختلع منها زي الشعرة من العجينة لا هو شعرة من العجينة معنا احنا معهم هم يطلع زي ما هو عايز على فكرة المصدر هيتحطط طبعا رجاله سقاط رجال الشايخين يعني واحد طبعا كل حاجة تتحط على الشاشة اه في صورة المائدة يا ايها الذين امانوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوقوا وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم يعني ايه ايه واحد تسألوا عن اشياء ما تسألوش النبي ما تورطوش لو ورطو اخدوا بالكم استنوا بس القرآن هو دايما القرآن بيجي دايما يجي متأخر عن الحدث دايما يجي متأخر عن الحدث بعد ما الحدث يحصل بالزبط يجي متأخر عنه فالحدث يحصل كده على طول طيب نشوف ابني كسير بيقول ايه قام خطيبا يوما من الايام طبعا الرسول هو اللي قام خطيبا اه قام خطيبا لاني التكست عندي متلقبت قام خطيبا يوما الايام فقال سألوني سألوني فاني لا تسألوني عن شيء الا انبقتكم بها برافو بجد يعني فقام اليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حزافة وكان يطعن فيه فقال يا رسول الله يطعن فيه يعني ايه ناس مش عارف فين له ناس عبد الله بن حزافة فقال يا رسول الله من ابي فقال ابوك فلان كما هو ممكن ما يكونش ابو فلان احنا عارفين يعني انها كانت غيصة فادعاه لابي فخلاص بقى اسمه ايه عبد الله بن حزافة قال الرسول تبقى نزلت يعني فقام اليه عمر بن الخطاب فقبل رجل رجله يموس في رجله اصلي فيه حد ساعة تحصل دلوقتي فوقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالاسلام دينا وبالقرآن وبالقرآن اماما فاعفو عنا عف الله عنك فلم يزل بيه حتى رضا يبقى فيه الرسول كان زعلان ليه بيقول سلوني وانا حضر ارد عليكم زعلان لانه كان فيه متحان بيمتحنوا الرسول انه بيعرف يرد ولا لا فالداي نفسيته ايه تعبت ازاي بقى عرفت الكلام ده كان قوم يسألوا الرسول الله استهزاء فيقول الرجل من ابي ويقول الرجل تضل نقاته اين نقاتي بيستهزاءه بيه ويحطوه بقى تفين الناقة بتاعتي ما عايزين برده واقف وحشة بقى طبعه حيرد بقى على كل واحد وهو مش مؤيد من الله فالدايق فنفسيته تعبت وابتدى ايه وقال للرجل انت ابوك فلان ايه كلام يعنى وش عرفه واحد مش عارف ابوك ابوك يبقى فلان خلاص فبقى ابن حزافة ده مهم يعنى فانزل الله فيه مازيل ايا ايها لازم ما تكسفوش بقى هو تنرفس هو قاعد يقول يسألوني ولما جم يسأله راح تنرفس عمل ايه بقى عمر قاعد يبوش في رجليه خلاص خلاص عارف انه حيشانبرهم كلهم فقال له ايه خلاص فنزل بقى الله يسعفه يا ايها لازم امان ما تسألوش ومن ده من التفاسير كانوا بيسألوه اين ابي يقول له ابوك في النار ابوك في النار مش عارفة ايه بعدين الواجل ماشي زعلان قال له خلي بالك ده مش ابوك انت بس في النار ابي واباك في النار اي كلام اي كلام هي يوم الايامة حصل عشان تجارب ابويا في النار ولا لا 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 اصله هو ربنا يعني ناخد كمان موقف من مسند امام احمد عن عائشة بيقول لك ايه ان يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة اليها شئا من المعروف الا قالت لها اليهودية وقق الله عذاب الكبر قالت فدخل رسول الله علي فقلت يا رسول الله هل الكبر عذاب قبل يوم القيامة قال لا وعم زاكة يعني انت بتسألي كده ليه وعم زاكة قالت هذه اليهودية لا نصنع اليها من المعروف شيئا الا قالت وقق الله عذاب الكبر قالها كذبت يهود دي كذابة يعني اهي قالت له فيه عذاب قال لها كذب مفيش كذب بعدين قوم ايه يتكتج بقى ويشوف بقى الموضوع فيه محلو الحكاية قول لها كذبت يهود وان شوام الرسول الله يرجع في الكلام عادي عجب الكبر عشان اخوفهم بقى انا كمان قال له الفكرة عجبته يقول كذبت يهود وهم على الله عز وجل اجزب شوف يعني هما كمان بيكذبوا على ربنا أمه يقولك ايه وهو ينادي بأعلى صوته جنن يعني كده زي ما تقول شف حلم مش عارفة يعني إيه اللي خلى عينه محمرة كده وطالع يا أيها الناس عشان بيخوفهم صدقيني صدقيني دي من ضمن التاك تاك يا بارينا يتاك تك عشان يخوفهم طلع عينه حمره وقص المهارك لو تعلمون ما أعلم طب انت كنت بتقول عليها كزانة كذابه هم مفيش عذاب قبل لو تعلمون ما أعلم بكيتهم كثيرا وضحقتهم قليلا طالع بقى عدد كده أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق يعني إنت قلت علي يهود كلام مش كويس كذابه وهم أجذب على الله ولا مفيش وكده نوسخت الكلام كله نوسخ لهم فعز النهار عينه حمره وعلى الناس وبتاع يعني يا جماعة يعني كذب الست اليهودية ويقول عليها كذابة وفيش عذاب غير يوم القيامة ويتاكتك بعديها وده ايه الهروب التكتيكي التكتيكي بص يا مارينا هو الحلقة النهاردة فعلا كانت اسمها الهروب التكتيكي وهي فعلا كانت هروب تكتيكي فأنا بطلب من المشاهدين يشوفوا الحلقة كويس يدوروا ويبحثوا وحطوا الكلام ده تحت المجهر ويشوفوا هل ده كان هروب تكتيكي ولا احنا كنا غلطانين ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر اشتركوا في القناة